السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا لمتابعين الكرام في قناتكم قناة إغراك تيدي زاد لأهم أخبار الجزائر اليوم الحقيقة المتابعين الكرام كالعادة يعني هناك توطرات أو ملفات عدة تسببت في أزمة العلاقات بشكل طفيف بين روسيا والجزائر بدأ بداية كنا نلاحظ أن الجزائر بدأت تسحب نفسها في العلاقة مع روسيا يعني شفنا قبل أسبوع من الآن كيف أن الرئيس روسي فلاديمير بوتين أرسلت دعوة خاصة ورسمية للرئيس الجزيري عبد المجيد تابون من أجل الإضمام إلى مجموعة التكتل الدولي البريكس ورد الرئيس الجزيري عبد المجيد تابون كان واضحا يعني العام الماضي الرئيس تابون قال أنه لن يدخل في هذا الملف مجددا وبشكل قطعي وطوية الصفحة البريكس والجزائر أغلقت بابها نهائيا أمام هذه المجموعة الملف الثاني هو ملف مالي يعني كما نعلم الإنقلابيون في مالي الذين يتم دعمهم من طرف دولية عديدة من بينها دولة الإمارات وجماعة فاغنر المرتزقة الروسية وأيضا شفنا مؤخرا تحرك قوي جدا من طرف الجزائر تجاه الحرب الروسية الأوكرانية والجزائر تدخلت بشكل مباشر في هذه الحرب يعني جزائر ردت بشكل مباشر على روسيا وتمثل الرد الجزائري في أن هناك الوزير الخارجي الجزائري أحمد عطاف التقى نظيره الأوكرانية وقال فيها عطاف لنظيره الأوكرانية أنه يدعم وحدة الأراضي الأوكرانية وهذا طبعا ضد رغبة الروس يعني كما نعلم روسيا الآن تقوم بغزو الأراضي الأوكرانية فالجزائر تقوم أنها تدعم وحدة الأراضي الأوكرانية وهذا ردا على تدخل الروسي في الحدود الجنوبية للجزائر يعني الجزائر وجهت إنذار لروسيا أنها تدخل في دول مجاورة للجزائر ولا حدود برية مشتركة مع الجزائر فالجزائر مستعدة للرد بالمثل وتتدخل في شؤون دول عندها حدود وعندها حرب مع روسيا وهي أوكرانيا وتقسمهم حدود برية ولكن متبعين كرام الموضوع الأساسي الجزائر بدأت تتحالف مع حليف قوي جدا يصنع أسلحة فتاكة ومتطورة من ناحية التكنولوجيا العسكرية وهي دولة أوروبية تحديدا هي إيطاليا يعني اليوم لدينا خبر يقول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري السعيد شنغريها في زيارة رسمية إلى إيطاليا وبالفيديو سنشاهده مع بعض بعد قليل من أجل العديد مناء القضايا من بينها تصنيع الأسلحة محليا وتوطينها في الجزائر يعني لدينا السفن الحربية والمروحية والطائرات الحربية سيتم تصنيعها محليا في الجزائر بشراكة بين الجزائر وإيطاليا وهي في السابق يعني الجزائر كانت تشتري الأسلحة من روسيا الآن الجزائر مع إيطاليا لديها خطط مختلفة تماما ولديها خطط أقوى بكثير من سابق الأيام تتمثل في إنشاء مصانع الأسلحة وهذا سيساعد الجزائر كثيرا من ناحية النفقات المالية على الأسلحة لأنه كما لأنه لما تصنع الأسلحة محليا ستوفر كثير من الأموال وبالفعل يعني جميعنا نعرف مصنع المروحية العسكرية والهجومية الذي تم إشاؤه بشراكة بين إيطاليا والجزائر والذي يتواجد في وليتي سطيف يعني هذا يعطي دلالة أن الشراكة مع إيطاليا أفضل بكثير من روسيا لأنه لم نلاحظ ولا مصنع روسي للأسلحات في الجزائر بالرغم أن الجزائر تعتبر ثالث أكبر مورد للأسلحات الروسية في العالم وبعد قل المتابعين الكرام سنعرف مع بعض أبرز التطورات والأحداث حول التحالف الجزيري الإيطالي الذي يتم الآن بعد زيارة رئيس أركان الجيش الواطني أشعبي الجزيري سعيد شينغريحة إلى إيطاليا في المجال العسكري والأسلحة أيضا لدينا أعزي مشاهدين تطورات خطيرة جدا تحصل الآن الجزائر الآن تواجه تحدي لأول مرة تواجهه منذ الاستقلال وهو التعامل مع تهديد خارجي يعني لدينا تهديدات داخلية تتمثل في الخوانة في الخارج مثل زيطوت وأمير ديزاد الذين يرسلون لسائلا إلى الشعب الجزائري في الداخل والذين يريدون إشعال فوضى في البلاد وتهيج الرعي العام ولدينا أيضا من جهة أخرى تهديدات خارجية كما نلاحظ هناك تهديدات من ليبيا والمالي الجزائر ترسل أسلحة بشكل طريق وبشكل كبير وترسل معدات عسكرية بالفيديو أيضا متابعين سنشاهده مع بعض كيف أن الجزائر ترسل مرواحية عسكرية من أجل دعم الأزواديين في حربهم ضد الإنقلابين في مالي ومن أجل محاربة المرتزقة فاغنر ولدينا أيضا تطورات مهمة بعد تدخل الجيش الجزائري القوات الأزوادي تحقق تقدمات مهمة جدا على جبهة القتال وتحقق انتصارات ميدانية مهمة جدا كانت تسيطر عليها فاغنر في الأيام السابقة وسنشاهد بالفيديو متابعين الكرام بعد قليل أيضا لدينا شراكة اقتصادية واستراتيجية قوية بين الجزائر ودولة في أمريكا اللاتينية وتحديدا فينزويلا كما نعلم فينزويلا تمتلك أكبر مخصون من احتياطات النفط في العالم فالجزائر تقوي علاقتها مع هذه الدولة الاستراتيجية وبادق للمتابعين سنشاهد ما يقوله الخبير الاقتصادي تيري سانت بير في صفحتي الرسمية حول العلاقة بين البلدين أيضا وفي الأخبار لدينا عمار بن جامع ممثل الجزائر في مجلس الأمن والدبلوماسي الجزائري تواصل التحرك وتضرب بيد من حديد في علاقة في قاعة مجلس الأمن وسنشاهد بعد قليل ما يقوله بن جامع في الملفات الحاصلة الآن في العالم والتطورات الميدانية في الشرق الأوسط وفي الأخير سنشاهد المجال الفلاحي والزراع في الجزائر الذي يشهد تطورنا نمو كبير جدا خاصة خلال السنوات القليلة الماضية فكانت متابعين هذه أبلز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يوم من هذا قبل أن نتطلق إلى التفاصيل أدعوكم متابعين الكرام بالاشتراك بقوة في هذه القناة فنحاول إيصال القناة لأربعمائة ألف مشترك في أسرع وقت ممكن ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل كما ترون عزيزي موشيد هذا هو الخبر لأن الذي يتصدر المشهد في الجزائر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري سعيد شنغريحا يقوم بزيارة إلى إيطاليا بعدما إيطاليا أرسلت له دعوة رسمية من أجل حضور هذا الاجتماع الفريق الأول سعيد شنغريحا في زيارة رسمية التي تقوده إلى إيطاليا بدعوة من ناظره الإيطالي الألميرال جوزيبي كافو دراجوني والآن متابعين الكرام كما نعلم عندما تكون هناك زيارة عسكرية من دولة من كباري العسكرين إلى دولة أخرى هناك دلالة قوية جدا على عكسي يعني أقوى بكثير من الزيارات الوزراء فهذا يعني أن الزيارة العسكرية تكون عادة رسالة قوية جدا أن الدولة بين الجزائر وإيطاليا تربطهم علاقة قوية جدا وبخصوص السؤال المهم هو ما هو السبب زيارة رئيس أركان الجيش الجزائري إلى إيطاليا الحقيقة عزي المرشيد هناك أخبار وأنباء تقول أن الجزائر تستعد لإنشاء مصانع للأسلحة وتوطينها في الجزائر كما ترون صورة لرئيس أركان الجيش الجزائري وهو يوجه التحية العسكرية للإيطاليين أيضا لدينا متبعين الكرام مصنع للمروحية العسكرية والهجومية الذي يتم تصنيع فيه مروحية عسكرية محلية في الجزائر وتحديدا في مصنع سطيف يعني هذا المصنع يعتبر أحد أكبر المصانع للأسلحة في القارة الإفريقية وفي تصنيع الأسلحة للطيران أيضا لدينا متبعين الكرام السفن الحربية كما نعلم فرقطة فريم بيرجاميني هذه الفرقطة هي إيطالية والجزائر كما ترون يعني هذه من الواضح أن الجزائر العاصمة الجزائر تمتلك عدد كبير من هذه الفرقطات ويقال حسب الأخبار أن الجزائر تنوي تصنيع هذه الأسلحة محليا في الجزائر بشراكة مع إيطاليا أيضا متبعين الكرام بخصوص المصنع المروحية تكلمنا في سابق الأيام وكنا أكشفناكم صورا من الأقمار الصناعية لصور هذا المصنع لتصنيع المروحية المتواجدة في ويلي تستيف كما ترون هذه هي الصورة التي يتم تصنيع فيها المروحيات والمروحية التي يتم تصنيعها هي من نوعي AW101 و AW169 و AW149 و AW139 يعني جميع هذه الأنواع من المروحية والطرازات يتم تصنيعها محليا في الجزائر بخصوص الشراكة أعزائي المشاهدين يقول الخبر مع التقلص الاحتمادي على روسيا ستصبح إيطاليا ثاني مورد السلاح الأوروبي للجزائر بلغت الزيارات بين قيادات البلدين مستوى غير مسبوق أرى أن الشركة تتضعف خاصة مع اقتراب انتلاقي مصنعي ليوناردو تجوز التسافقات 22 مليون يورو تضمنت رشاشات ثقيلة وصواريخ صفن والطائرات أما في خبر آخر متابعين الكرام في التطورات الميدانية التي تحصل في الدولة المحاذية للجزائر وفي الجنوب الجزائري والتي تجمع حدود برية مع الجزائر دولة مالي كما نلاحظ في هذا الفيديو تدخل المروحية العسكرية بشكل مباشر في الحدود مع مالي أرى أن أصوات ستتعالى على حدودنا مع مالي ومرتزقة فاغنر للهجوم على الحدود مع الجزائر لإخواننا أزواد إن جيشنا الوطني الشعبي موجود وحاضر مع الشعب في الدواوير والمناطق الحدودية تيموين وأي هجوم سيكلف مالي والإنقلابي غويتا حياته هذه المرة وليس الأسر فقط كما ترون المروحية الجزائر ترسل معدات عسكرية وأيضا هذا كان طلبا من الأزوادين الذين طلبوا من الجزائر إسراء معدات عسكرية ودعم لوجستي ودعم عسكري بخصوص هذا الدعم متابعين الكرام لدينا تطور الأزوادين يتقدمون على أرض الميدان بعد التحركات الجزائر مباشرة كما ترون في هذا الفيديو بداية تموقع قوة الأزواد بسيارة الطيوطة مسلحة بمضادات الطيران في المناطق مختلفة من تنزواتهم يعني كما نعلم متابعين الكرام قوات فاغنر انسحبت من المكان بعدما قامت الجزائر بإرسال تعزيزات ودعم عسكري فهناك تقدم كما ترون من القوات الأزوادية التي يتم دعمها من طرف الجزائر وهذا طبعا حفاظا على الأمن القومي الجزائري لأنه لو كانت مرتزقة فاغنر متواجدة عند الحدود الجزائر فسيكون هذا خطرا كبيرا جدا على الجزائر لأنه ستكون هناك الجبهتين تتواجد فيها قوات فاغنر عند الحدود مع الجزائر يعني سيكونون في ليبيا وسيكونون أيضا في مالي وهذا يشكل خطرا كبيرا جدا فالجزائر تتحرك وتنجح تحركات العسكري الجزائري خلال هذه اللحظات أيضا لدينا مؤتبين الكرام تعاون اقتصادي وسياسي قوي جدا بين الجزائر وفنزويلا كما ترون في هذه الصور الأخبار تقول عززت فينزويلا والجزائر تعاونهما مع مشاريع رئيسية في كراكاس وهي عاصمة فينزويلا الجزائر في هذه السنة وتتركز التبادلات على التجارة والطاقة والثقافة والسياحة مع إرادة لزيادة الاستثمارات الثنائية دين متابعين الكرام كما نعلم كان هناك رئيس الإيراني مسعود بيسكشان قام بزيارة إلى قطر والتقى فيها بالوفد السعودي هناك في الدوحة في قطر كما ترون الصورة تجمع بين الوفد الإيراني والوفد السعودي الدوحة 24 ساعة عقبة قصف إيراني لإسرائيل الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجي السعودي وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم دين متابعين الكرام حتى تعرفوا أن جزائر ولبنان وفلسطين مش مجرد قضية إنها تاريخ يكتب وشاهد شاهد كما ترون في هذا الفيديو نعرف ماذا تعني جزائر ونعرف دور جزائر ولا أفشي سرا نحن اليوم في لبنان لا نملك ما نتغنى به إلا مشروع المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيل ولنا الشرف أن نقول أن بعض الرصاصات الأولى التي أطلقت على المحتلة الإسرائيل في لبنان كانت رصاصات جزائرية لدينا متابعين الكرام من دوب الجزائر أمار بن جمع يواصل التحركات الدبلوماسية ويواصل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وحولة فائعة من دوب الجزائر الدائم في الأمم المتحدة عمار بن جمع خلال جلسة المجلس الأمن حول لبنان يقول اليوم أعبر عن تضامن الجزائر التام مع الأمين العام أنطونيو غوتيريتش بعد قرار سلطات الاحتلال بوصفه شخصا غير مرحب به يعني أنطونيو غوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة قام بالانتقاد بشكل نوال لاذع للاحتلال الإسرائيلي بخصوص الجرائم التي ترتكب هناك وبخصوص الإبادة الجماعية فأكيد الإسرائيلي يتهجم على أنطونيو غوتيريتش فيقوم اليوم من دوب الجزائر والجزائر بالدفع عن أنطونيو غوتيريتش ويتضامنون معه كما ستسمعون ما يقوله من دوب الجزائر في المجلس الأمن عن تضامني الجزائر الكامل وعن إعجابي الجزائر وعن دعمي الجزائر للأمين العام بعد القرار غير المعقول الذي صدر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لدينا متبعين الكرام في المجال الفلاحي والزراعي الجزائر تواصل التحركات وإنتاج التمور ولكن هناك الظاهرة يجب أن نتكلم عنها الحق لا بد أن يقال مع أنهم يقول صاحب الصفحة مع أنهم أبناء ولايتي ومنطقتي ولكنهم يفضلون تخزينها في غرف التبريد على بيعها بأسعار لا ترضيهم مع أن 50% من منتوج العام الفارط ما زال في غرف التبريد إذا استمروا بهذه العقلية سيكون عاما كارثي فيما يخص بالتمور كما سترون متابعين الكرام في هذا الفيديو السلام عليكم أصبع الخير أعسى الله يبارك صفر أذب الله يبارك أخويا الصوق لا أعطلوش أخويا هنا حاليا رنبا الفريقو إن شاء الله يطلع الصوق والناس كامل تبيع وش تقول لما كريم دي ما يبقى تمر الدوسة لك لاز والله ما يسعى في فلاسة على بالي والله أعطلو ملي سمى الفريقو يكر الهضر فريقو أخويا التجار قل لكم أخويا مرحب بكم في الدوسة لكن متابعين الكرام هناك انتعاش آخر في محصول آخر وفي فاكهة أخرى وهي الرمان كما ترون تبارك الله ما شاء الله على خيرات الجزير من فاكهة الرمان إنتاج كبير للرمان بمنطقة مسعد في الجلفة والأسعار في حدود سبعون دينارا جزائيا جملة ما شاء الله شاهدوا متابعين الكرام السلام عليكم هاو الرمان تعمل سلعة مسعدة الله يبارك نازل السلعة الله يبارك الربية صعب قائمة فالسخريش نحلى هو السكر أيضا لدينا متابعين الكرام تصريح في غاية الغرابة رأاه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزيرين يقول الراحة في العمل أحسن من الزيادة في الأجر فهل توافقون الرأي مع الأمين العام في طرحي هذا الرأي متابعين الكرام أم لا أكتبوا لرأيكم في التعليقات حول هذا الموضوع العمل والعمال يكتفوا إلا بالأجراء لا لا كتكون في مؤسسان بليها ومرتاح وتدخل تخدم براحتك وتخرج براحتك تقدر تستغناء على 20% زيادة في جهة أخرى بصكو ما تلقاش نفس الراحة اللي كانت موجودة ونرق للمشاهدة الانفرنمان الوحيد بتاع العمل سيئبورتان